اشتركوا في القناة الأعباد يؤكد استثباب الأمن في كاركوك ويأمر بمنع تواجد أي جماعات مسلحة في المحافظة حزب الطالعة الإسلامي يشيد بإجراءات الحكومة بفرض الأمن والاستقرار في المناطق المتجاوز عليها رئيس البرلمان الكردي المعزول يدعو برزاني إلى تلحي عن السلطة التغيير تدعو السلطات الثلاث إلى عدم التعامل مع برزاني بأية صفة رسمية قوات الحجد الشعبي تسيطر على سد الموصل بعد انسحاب ميليشيات برزاني والاستخبارات العسكرية في محافظة نينا وتخبط محاولة لتهرب مادة اليوريا ذات الاستخدام المزدوج كانت قادمة من أربيل وتتابعنا أيضا الجيش السوري يحرر عدة مواقع في دير الزور ومنظمة إنقاذ الطفل تحذر من أزمة إنسانية متفاقمة بالرقة رغم هزيمة داعش واندحاره حياكم الله إلى تفاصيل نشرتنا أكد القيد العام للقوات المسلحة حيدر الأعباد استثباب الأمن في كاركوك وخضوعها لسيطرة الشرطة المحلية بإسناد من جهاز مكافحة الإرهاب الأعباد يوضح بأن الأمن في كاركوك مستتب وتحت سيطرة الشرطة المحلية بإسناد من جهاز مكافحة الإرهاب ولم تحدث أي خروقات أمنية تذكرها مضيفا بأنه أمر القوات الماسكة للأرض بمنع تواجد جماعات مسلحة أخرى في المحافظة تجنبا للصدامات ومشيرا إلى أن القوات الأمنية في كاركوك مكلفة بحماية أمن وممتلكة جميع المواطنين بمختلف أطيافهم أشهد حزب الطالعة الإسلامي بإجراءات السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي والحكومة بفرض الأمن في المناطق المتجاوز عليها الأمانة العمر الحزبي وفي بيان لها أكدت على ضرورة إدامة التعايش السلمي بين أبناء العراق للمحافظة على الثروات الوطنية مشيدا بالإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة البلاد من الانتهازيين الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية على حساب أبناء الشعب الكردي مجددة دعمها للحكومة في طار حملتها لمعالجة المشاكل السياسية والاقتصادية من خلال احترام القوانين والدستور العراقي وضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والمجتمعي الذي يشجع العالم على دعم العراق في مجالات الاستثمار وبناء عراق جديد موحد ونبقى في الشان ذاته ذكد محافظ كاركوكو كالتا الركن الجبوري بأن مجلس المحافظة سيعيد خطة لعادة النزحين إلى مناطقهم المستعادة الجبوري يوضح بأنه أمر بوضع خطة لعادة النزحين إلى المناطق التي استعادتها القوات العراقية من سيطرة دعش الإرهابي مبينا بأن مجلس المحافظة ناقش تأجيل امتحانات الدور الثالث في مدارس تربية كاركوك نظرا للضرف الاستثنائي فيها ومشددا على ضرورة قيام كافة الدوائر بإيصال الخدمات لقضاء الحويجة والمناطق المستعادة إلى ذلك أكدت النائبة عن اتلاف دولة القانون زينب الخزرجي أكدت بأن بسط الأمن وتطبيق القانون والدستور في محافظة كاركوك وأطرد عصابة مسعود برزاني منها قد أجهض المشروع الصهيوني الرامي إلى تقسيم العراق ودول المنطقة خزرجي طالبت الحكومة والقضاء والأحزاب الكردية والشعب العراقي بكل مكوناته بالقبض على برزاني ومقاضاته على الجرائم التي انتكبها بحق الشعب العراقي واسترداد أموال الشعب التي سرقها من خلال تهريب النفط بعيدا عن الحكومة المركزية طيلة السنوات السابقة بدوري يكد النائب عن التحالف الوطني هلال السهلاني بأن عملية فرض الأمن وبسط سلطة القضاء والدولة في محافظة كاركوك والمناطق المتجاوز عليها هي نتاج طبيعي لقرارات الحكومة المركزية إذا أزمت الاستفتاء غير الشرعي السهلاني قال بأن جاشع البرزاني وتعاضم طموحاته الشخصية والحزبية على حساب مصلحة أبناء جلدته من المواطنين الكرد قد أوصل الأمور إلى منعطف خطير لا يمكن للحكومة المركزية بأن تقف مكتوفة الأيد أمام ذلك مؤكدا بأن تقدم القوات الاتحادية بجميع تشكيلاتها لاستعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون جاء بموجب الصلاحيات الدستورية لحكومة بغداد في كافة المناطق التي تم الاستلاو عليها من قبل جهات وأشخاص يدعون ويدعون إلى تقسيم العراق شدد أعضاء مجلس محافظة كاركوك على ضرورة ضمان عمل دوائر الدولة خصوصا الأمنية والخدمية وتكليف من ينوب في حال غيابه حسب الضوابط وأكد عدد من الأعضاء في مؤتمر صحفي مشترك على همية حفظ أمن المدينة والحفاظ على الممتلكات للمواطنين الذين تركوا منازلهم خلال الأحداث الأخيرة موضوع عودة إخوانا الذين تركوا كدفوا هذه أول مثالة ثانيا إخوانا عضاء مجلس محافظة كاركوك من قائمة التأخير الكردية ضرورت رجوع إلى المجلس لعادة عمل المجلس بدون وجود مكون أساسي في كاركوك لا نستطيع العمل يعني التركمان والكرد والعرب والإخوان المسيحيين موجودين في المجلس نستطيع العمل بصورة دقيقة لكافة مكونات كاركوك ثالثا على دوار الدولة مدراء دوار الدولة العودة لدوام ممارسة عملهم ثالثا من واجبنا الأخلاقي والإنساني المحافظة على ممتلكات كافة مواطنين كاركوك وخاصة إخوانا الكردية نحن نتمنى التوفيق لجميع أبناء محافظة كاركوك وكنا نتمنى بهذه الوقفة أن يكون مقائمة التأخير معنا في هذه المناسبة ولكن للظرف الموجود أو لأمور خاصة بإخواننا في مجلس المحافظة أدى لعدم وجودهم نتمنى من بكرة أن يكونون متواجدين في المجلس لإدارة أعمال المجلس وللخدمة التي تنتظرها جميع مكونات مجتمع كاركوك نتمنى التوفيق للجميع والمحافظة هي هي ونطلب من جميع من له مصلحة في التصعيد أن يكف عن التصعيد على أبناء هذه المحافظة لأن الضرر على الكل ولا يوجد فائدة مع عدل أشخاص يستفادون فائدة شخصية نتمنى بأن يكون الالتزام والتعايش والحرص على أمن هذه المدينة هو هدف الجميع صراحة هذا اليوم يعتبر يوم جديد في مسيرة المحافظة كون المحافظة بدت بالعمل على أساس أنها محافظة اتحادية والرجوع إلى الأجهزة الأمنية وخاصة الجيش لإثبات الأمن والاستقرار لحدود هذه المحافظة مطالبات كثيرة من قبل أحزاب كردية في شمالي العراق بإقصاء المتمرد برزاني ومحاسبته على جرائمه ضد الشعب الكردي ومخالفته للدستور العراقي ننتبع تفاصيل مع أميرا ربيعي في هذا التقرير خلافات حد أحدثها المتمرد مسعود برزاني بين الأحزاب الكردية بما يتعلق منه بقضية الاستفتاء وما تمخض عنه من نتائج اقتصادية وسياسية أثرت بشكل سلبي في الوضع الداخلي بكردستان وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد تحرك القوات الأمنية نحو كاركوك وعدد من المناطق المتاخمة لها وهذا ما يخالفه به بعض الكتل والأحزاب الكردية وعلى رأسها الاتحاد الوطني الكردستاني كثير من المطالب اليوم هناك نشهد اليوم محاولة لتغيير حتى عاصمة الإقليم باعتبار هناك رأي موجود ورأي معتد به أن تنتق العاصمة الإقليم إلى السليمانية باعتبار أن السليمانية أكثر رضوخا ورسانة وانسجاما مع القانون ومع حفظ الدولة مع الدستور مع تطبيق آليات المحكمة الدستورية مع تطبيق أرارات البرلمان مع تنفيذ أوامر الحكومة المركزية وتطالب أحزاب كردية بضرورة تشكيل حكومة انتقالية في شمال العراق لغرض إدارة الحوار مع الحكومة المركزية فيما أكدت حركة التغيير بأن الوضع في كردستان لا يعالج إلا بتنحي برزاني عن رئاسة الإقليم اليوم الأصوات من داخل الإقليم كردستان تطالب بتنحية وإستقالة مسعود برزاني لما يمثله من تهديد على أمن الشعب في شمال العراق وأيضا على المكونات الأخرى خارج الإقليم المفروض من السياسيين الأكراد معاقبة ومحاسبة مسعود برزاني على هذه الخطوة وحتى على الحكومة العراقية يجب عليها متابعة مسعود برزاني ومحاسبته بسبب الإدارة الفاشلة وهدر المال العام في الفترات السابقة خطوة برزاني الأخيرة في الاستفتاء فجرت المواقف ضده بل إنه كان يتصور بأن الدولة باتت ضعيفة بعد خروجها بين المعركة ضد داعش فأراد اغتنام الفرصة لتطبيق حلمه على الرغم من الرفض الإقليمي والمحلي والدولي مواقف برزاني الأخيرة وإصراره على المضي في الاستفتاء أثارت غضب الكثير من الأحزاب الكردية المناهضة لذا فقد تشهد الأيام القليلة القادمة إقصاء له من العملية السياسية في شمال العراق لقناة الطليع الفضائية أمير الربيعي بغداد إذن مشاهدين الكرام للحديث أكثر عن مجمل الأوضاع الآن في كاركوك ينضم إلينا عبر الهاتف مرسلنا من هناك الزمير حيدر عودة بداية حيدر مرحبا بك معنا في نشرتنا الخبرية حيدر كيف تصف لنا الآن الأجواء الأمنية بصورة عامة في محافظة كاركوك حياكم الله حياك الله اليوم محافظة كاركوك تشهد أماناً واسعاً وتشهد قوات عراقية وأيضاً شرطة كاركوك اليوم تسلمت رسمياً من الأسل الأمن من قبل سيادة عمليات شرق دجلة خلال الموتى من رضي عقيد اليوم داخل محافظة كاركوك وحضور أيضاً محافظة كاركوك في الوكال ركان سعيد وقاعد قياد عمليات شرق دجلة ومدير شرطة كاركوك لكن هناك البارحة حرق لبعض المحلات وتجول بعض المسلحين خارج العلقان لكن تم السيطرة عليهم والقاء القبض على هذه العصابات كانوا يحاولون زعزاعة النظام والأمن داخل المحافظة لكن شرطة كاركوك والأجوز الأمنية متواجدة اليوم سيطرت بشكل كامل على هذه العصابات والقاء القبض عليها نعم طيب حيدر صف لنا الحياة اليوم في كاركوك كيف هي الحياة اليومية والدوام بالنسبة للطلبة في المدارس وكذلك بالنسبة للموظفين في دوائر الدولة نعم بالنسبة للدوائر الدولة هناك حركة بطيئة نعم بسبب الوضع الأمني غير المستقبل بالنسبة لهم من بعض الإشاعات في دوارة تقول أن هناك صعبات وهناك ناس تجول لهذا اليوم قوات الأمنية تؤكد على الدوام وأيضا الاجتماعات التي عقدت والمؤتمرات أؤكد على الدوام الرسمي ومتابعة الحركة وأيضا انتداء الدوام في داخل المدارس لكن تم تأجيل الانتحانات الوزارية للصفوف المنتهية بسبب الوضع الأمني نعم لكن تأكدات من قبل القيادات الأمنية على الموظفين المباشرة بالدوام والسحاب ويوجد أي شيء وأيضا عودة العوائل النازحة التي ذهبت إلى شمال العراق وعودتها إلى كرتوف اليوم نعم طيب حيدر بالنسبة للأوضاع المعيشية مثلا كالأسواق والمحالة التجارية كيف هي الأسعار؟ هل هناك ارتفاع في الأسعار أم الأمور كلها طبيعية؟ لا يوجد أي ارتفاع في محافظة التجارية للأسعار لا يوجد أي ارتفاع في محافظة للأسعار لكن الحاجة بطيعة بحاجة اليوم إلى أطمئنان من قبل قيادات الأمنية واليوم حضر اجتماع قيادات الحج الشعبي مع اتحاد الوطن الكردستان تطمين الناس وعدم بس الإشاعات وترويج هذه الأمور مجل ارتفاع على الأسعار لكن التطمينات اليوم موجودة بشكل كبير ولا سعار بشكل جيد لهذا المتواطنين اليوم يتجولون كل شوارع بشكل احتياج نعم طيب حدثني عن انطباعات المواطنين في كاركوكيا حيدر بعد إعادة المحافظة يعني اليوم أصبحت المحافظة تحت سلطة الحكومة المركزية ما هي انطباعة المواطنين؟ نعم انطباعة المواطنين هناك انطباع جيد جزء وفرحة داخل مدينة كاركوك بسبب رفع العالم العراقي والسيادة العراقية داخل محافظة كاركوك وانهاء العائد القديم اليوم المواطنين فريحون جدا وسعداء بهذه الخطوة السيادية داخل المحافظة نجل حصول على حقوقهم المنتهكة في العهود السابقة التي حكمها المحافظة المقال واليوم أصدر قناة بإقالة المحافظة السابقة لهذا مواطنين كاركوك يشجعون على هذه الخطوة الجيدة وهم سعداء بهذه الخطوة لأنها تضمن لهم حقوقهم والعدل والمساواة داخل هذه المحافظة نعم إذن مراسل طليعة الفضائية من كاركوك الزميل حيدر عهود شكرا جزيلا لانضمامك إلينا شكرا لك أهلا بكم من جديد سياسيا عقد مجلس نواب جلسته السادسة والعشرين برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 165 نائبا بيان لدائرة العالمية للمجلس أوضح بأن الجدول أعمال الجلسة تضمن استكمال التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقراءة تقرير عمل رجلة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكذلك استكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظة غير المنتظمة بإقليم إضافة إلى تصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب تصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نبقى بالشان السياسي دعا رئيس برلماني شمال العراق المعزول يوسف محمد المنتهي ورايته مسعود البرزاني إلى التناحي عن السلطة بعد أحداث كركوك وترك الشعب الكردي لتقرير مصيره بنفسه محمد ضف بأن الجميع اليوم أسرى لنخبة سياسية تعمل للسيطرة على ثروات الوطن من أجل توسيع سلطتها والمتجارة بتضحية الشعب ودمائه مشيرا إلى أن بطولات البيشمرقة رسمت صورة جميلة من المقاومة والتضحية موربا عن أسفه لعدم التمكن من جعل هذه التضحية أساسا لحكم شرعيا ودستوريا وحضاريا على حد قوله بدوري يبدى النائب عن كتلة تغيير النيابية وشير عبدالله استغرابه من عدم تقديم مسعود البرزاني استقالته من منصبه متهمان إياه بالتشبث بشكل غير شرعي بالمنصب عبدالله طالب جميع الجهات الدستورية والقانونية والرئاسات الثلاث بعدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع برزاني بأي تصفة رسمية خاصة كرئيس لشمال العراق لذلك يعد إساءة للشعب الكردي وتجاوزا على القانون والدستور العراقي داعيا جميع الأطراف لتعاون مع المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية الكردستانية لإعادة الشرعية والمشروعية للعملية السياسية في شمالي العراق من أجل البدء بحوار بناء بين أربيل وبغداد للخروج من هذه الأزمة في هذه الأثناء اتهمت الجماعة الإسلامية الكردستانية المنتهية ولايته مسعود البرزاني بسرقة نفط شمالي العراق طيلة الأعوام السابقة لصالح عائلته وحزبه عضو الجماعة حسين اسماعيل قال بأن خيرات شمال العراق من النفط والسياحة تذهب طيلة السنوات السابقة لصالح العائلة البرزانية وغلبية الموظفين من دون رواتب دعين الأحزاب الكردية إلى أظهر رأيها ومنع برزاني من التبدد في السلطة والتسلط على رقاب الشعب الكردي من جانبه أيضا اتهم النائب عن التحالف الوطني حنين القدو المنتهي ولايته مسعود البرزاني اتهمه باستخدام عناصر داعش الإجرامي ومسلاحي حزب العموال الكردستاني ضد القوات الأمنية العراقية دعين الحكومة إلى محاسبته بتهمة الإرهاب قد أوضح بأن البرزاني استخدم خلال صد تقدم القوات الأمنية العراقية لفرض القانون عناصر إرهابية من داعش المحتجين لدى البيشماركا بعد تسليحهم وكذلك الحال مع حزب العموال الكردستاني والمصنف دوليا ضمن لائحة الإرهاب وعليه يجب أن يحاسب البرزاني وفق قانون الإرهاب مضيفا بأن برزاني اليوم أفلس سياسيا فقد الدعم الدولي والإقليمي والحكومي وحتى الشعبي وعلى شعب الكردي إخراجه من السلطة وتعين شخص قادر على تحقيق تطلعات الكرد بعيدا عن التشنجات والحروب هذا وأكد رئيس كتلة الحكمة النيابية حبيب الطرفي عدم ارتباط ما جار في كاركوك والمناطق المتجاوز عليها بنتائج الاستفتاء وإجراءاته الطرفي قال بأن ما جرى من دخول لقوات مسلحة كان ضمن خطة لتصحيح مسار الحكومة العراقية لفرض سلطتها على الموارد الاقتصادية المنهوبة من قبل الأحزاب الكردية ويعادة هيبة الدولة في جميع المناطق ولا يمكن ربطه بالاستفتاء ممينا بأن مباحثات ستجري ستكون بعيدا عن كاركوك والمناطق المتجاوز عليها مشيرا إلى أن الحكومة لا تعترف بالأصل بالاستفتاء وكل ما يترتب عليه غير معترف به دوليا دعت النائبة عن كتة الاتحاد الوطني الكردستاني ألا طالباني إلى تشكيل حكومة انتقالية في شمالي العراق تتجاوز النكسات حسب تعبيرها برئاسة الدكتور برهم صالح طالباني قالت بأن القيادات الحالية في شمالي العراق هي من تسببت بجلب نكسات على الشعب الكردي من إجهاض للمؤسسات الشرعية والعملية الديمقراطية وأزمات مالية وانتشار الفساد وأخرها تصدع العلاقات والشراكة السياسية بين بغداد وأربيل والعلاقة مع دول الجوار مضيفا بأن الحل يقمن في تشكيل حكومة انتقالية تشترك فيها كل القوى الخيرة من أجل إعادة التفاهمات والشركات السياسية التي من شأنها تحقيق مصالح الشعب الكردي وفقا للدستور أكد نيبو عن كتلة بدر النيابية قسم العبودي على أهمية إخضاع شمال العراق إلى معايير واضحة للانتخابات العبودي قال بأن هناك شخصيتان كرديتان سينتهي مستقبلهم السياسي وهما محافظ كاركوك الهارب دكتور نجم الدين كريم ومسعود برزاني ولذين تسبب بإشعال الأزمة بين بغداد وأربيل لإصرارهم على الاستفتاء منظفا بأن ولاية برزاني انتهت ولم يعد مقبولا إقليميا وداخليا ووجوده سيثير المزيد من التعقيدات بالإضافة إلى عدم خضوعه لقوة المنطق اشتركوا في القناة نبقى في عمليات فرض سلطة القانون لسيطرة القوات الاتحادية بالكامل على محافظة كاركوك والمناطق المتجاوز عليها في نينوان بأنون لقيادة عمليات فرض الأمن في كاركوك ذكر بأنه تم إكمال فرض الأمن لما تبقى من المحافظة وشملت قضاء دبس وناحية المنطقة وحق الخباز وحق لبيحاسن الشمالي وبيحاسن الجنوبي وضيفا بأن بقى المناطق تم إعادة الانتشار والسيطرة عليها مثل خنقين وجلولا فيديالا كذلك إعادة الانتشار والسيطرة على قضاء مخمور وبعشيقة وسد الموصل وناحية العوينات وقضاء سنجار وناحية ربيعة وبعض المناطق في سهل نينوان في نينوان سيطرت قوات الحجر الشعبي على سد الموصل والقرى المحيطة به خلال عمليات فرض القانون في شمالية العراق مصدر النمنيون فاذ بأن قوات الحجر الشعبي سيطرت بشكل كامل على سد الموصل والمناطق المحيطة به بعد انسحاب تملي ميليشيات البشمرقة من مواقعهما مضيفا بأنه هناك عمليات تكميلية سيتم تنفيذها في مناطق زمار والجرجري والتي تسيطر عليها البشمرقة وتمنع العوائل العربية من العودة إليها بعد أن هجرت بأوامر من داعش لجرامي قبل عامين أمنيا أحبطت مديرية الاستخبارات العسكرية عملية لتهريب 28 طن من مادة اليوريا ذات الاستخدام المزدوج وملاحقة المهربين المديرية في بينها أوضحت بأن قوات الاستخبارات أحبطت عملية تهريب لمادة اليوريا ذات الاستخدام المزدوج كانت قادمة من أربيل إلى نينو وألقت القبض على المهربين في سيطرة كوكشيلي في أيسر الموصل مضيفا بأن هذه المادة تستخدم في تفخيخ العجلات وصناعة العبوات مشهرة إلى أن المديرية قامت على الفور بحالة المهربين للقضاء والتحفظ على المواد لحين صدور قرار المحكمة بشأنهما وفي ديالا أيضا حولت مليشيات البشمرق منطقة التجنيد بنحية جلولاذة الأغلبية العربية إلى ركام محاولة منها لتغيير ديموغرافي في المدينة خلال تسليمية الملف الأمني عام 2015 واستخدمت البشمرق الجرافات والاليات التقيلة لتحويل ثلاثة آلاف منزل إلى أرض جرداء لمنع الهالي من العودة إليها مجددا لاستبدالهم بمواطنين كردة ومنعت أي شخص من الاقتراب إليها أو تصويرها لعدم فتح أمرها إلا أن وصول القوات الأمنية العراقية كشف ما كان مخفي إلى ذلك سيطرت القوات الاتحادية على معبرين حدوديين مع إيران فيما قامت بإنزال العالم الكردي منهما وإفقال ما ذكرته وكالة إيرانية ونقلت الوكالة عن مصدر قوله بأن القوات الاتحادية قامت بإنزال العالم الكردي في الجانب العراقي من معبر خسروي الحدودي مع محافظة كيرمنشال إيرانية فضل عن السيطرة على معبر برويس خان أيضا وإنزال العالم الكردي منها مضيفا بأن المبادلات التجارية عبر المعبر الأخير توقفت حتى إشعار آخر مع قرب انطلاق عمليات تحرير راوة والقائم تستعد القوات الأمنية وأبناء الحجد الشعبي لعمليات التحرير وانتشار كبير للقوات الأمنية في صحراء الأنبار الغربية التفاصيل مع صباح التائي في هذا التقرير كبير للقوات الأمنية وأبناء الحجد الشعبي في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار يلوح عن قرب انطلاق عمليات تحرير راوة والقائم وحصيب الغربية من دنسي عصابات داعش الإرهابية فالتعزيزات والأرتال العسكرية تواصل التوجه صوب مناطق غرب الأنبار وبانتظار ساعة الصفر لبدء معارك استعادة ما تبقى من الأراضي العراقية تعزيز القدرات العسكرية للقطعات العسكرية وأيضا الملف الأمني في المحافظة تم توجيه تشكيل أفواج من الحشد تكون مساندة للقطعات بإعادة ترتيب وضع الحشد العشائري وأكد دولة الرئيس على دعم محافظة الأنبار تتبر قيادة عمليات شرق الأنبار من القيادات الساندة إلى هذه القيادة من أجل تحرير ما تبقى من أرض غرب الأنبار من دنس الدواعش إن شاء الله العمليات في الإيام القيادة القادمة والتقضي الجائر في قيادة عمليات مشتركة في مجل تحرير هذه المناطق بالقيادة عمليات الجزيرة والبادية كتيبة الجهد الهندسي بدورها قامت بفتح ممرات آمنة تارى لدخول القوات الأمنية واقتحام المناطق وأخرى لخروج العوائل حيث تم وضع اللمسات الأخيرة بمشاركة قطاعات الجيش متمثلة بعمليات الجزيرة والبادية والفرقة السابعة والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشدين الشعبي والعشائري بالإضافة إلى طيران القوة الجوية العراقية ونحن عازمين على تحرير آخر شبر من أرض العراق ثم الأنبار وحاليا تم نشر فوج من لواء عمرية الصمود من كتائب حزب الله إلى تجاه الحبانية لتأمين منطقة العامرية والله أقول يا إخواني اصبروا وصابروا فإن النصر صبر ساعة لقد كنا قبلكم حالنا كحالكم لكن من الله تعالى علينا أن خلصنا من هذه العصابات فشمروا عن ساعد الجد وانتصروا لكرامتكم وكونوا عون للقوات المسلحة وثوروا على هذه العصابات الإجرامية الغازية التي دمرت ما استطاعت أن تدمره حتى تعودوا إلى دياركم بأمن وأمان كما عاد غيركم إن شاء الله تستعد القوات الأمنية بمختلف صنوفها مسنودة بأبناء الحجد الشعبي لعمليات تحرير راوى والقائم وحصيب الغربية وتأمين الشريط الحدودي بين سوريا والعراق استكمالا للعمليات الأولى التي انطلقت بتحرير عانى وريحانى وعكاشات في غرب الأنبار لقناة الطلع الفضائية صباح الطائي الأنبار اجتمع ممثلي فسال المقاومة الإسلامية في مكتب حزب الطليعة الإسلامي بمحافظة ميسان لمناقشة النهوض بالواقع السياسي والخدمي والأمني وتأمين الزيارات الدينية المقبلة الزميل المشتبة هاشم معه المزيد في هذا التقنير للنهوض بالواقع الخدمي والسياسي في محافظة ميسان اجتمع اليوم مدراء المكاتب السياسية والعسكرية في حزب الطليعة الإسلامي وكان في استقبالهم السيد هاشم الياسري مدير مكتب حزب الطليعة الإسلامي في هذا اليوم تم اجتماع موسع إلى كافة فصائل المقاومة والحجد الشعبي في مقر حزب الطليعة وتوصلنا وناقشنا عدة نقاط مهمة وأهم هذه النقاط هي وحدة الرأي ووحدة الصف في هذا الظرف الراهن الذي نعيشه وأيضا هناك نقاط أخرى ناقشناها هي حل المشاكل العشائرية ومساندة قواتنا الأمنية والتنسيق مع الأحزاب الفائلة في محاط ميسان أسفرت نتاج الاجتماع بعد التداول والتباحث على نقاط مهمة منها مساندة القوات الأمنية وحل النزاعات العشائرية والتنسيق مع الأحزاب الفاعلة لخدمة هذه المحافظة اجتمعنا هذا اليوم وتم البحث على الأمور التي تخص مصلحة المحافظة ومن أهميات النزاعات العشائرية حيثما سيتم تشكيل اللجنة من شيوخ وجهاء المحافظة التابعة للفصائل أهم ما توصل إليه الاجتماع هو التطرق إلى المناسبة القدمة وهي زيارة الأربعين حيث ستقوم هيئة الحجد الشعبي وبالتنسيق مع الجهات المعنية بنشر القوات من جميع فصائل المقاومة على طريق الرابط بين منفذ الشيبى الحدودي ومحافظة ميسان وطريق ميسان ناصرية حيث المحافظة ستشهد زخما كبيرا من الزوار الإيرانيين وزوار محافظة البصرة والأغضية والنواحي التابعة لمحافظة ميسان تم اليوم دعوة فصائل المقاومة وتم التباحث خلال هذا الاجتماع ومحاوره وكانت محاوره تتعلق بما يخص المحافظة من الجوانب السياسية والأمنية والاجتماعية أهم الاستنتاجات التي استحصلت من خلال هذا الاجتماع أهم الاستنتاجات التي استحصلت وحدة تشكيل دعم فصائل المقاومة والتنسيق بين فصائل المقاومة والزيارات المتبادلة وكذلك كان المحور نقاش حول زيارة الأربعيني الإمام الحسين سلام الله عليه وطلب مشاركة فصائل الحجز الشعبي في تأمين الطريق الواصل بين محافظة ميسان إلى محافظة كربلاء لقناة الطليعة الفضائية مستبل ياسري ميسان إذن مشاهدين الكرام نشرتنا مستمرة وتتابعنا فيها فتح وحماس ترفضان الشروط الإسرائيلي على المصالحة الفلسطينية والقوات الصهيونية تهلق شركات الإعلامية في الضفة الغربية اشتركوا في القناة والدولية حررت القوات السورية عدة مواقع في ريف دير الزور الشرقي بعد تكبيد داعش الإجرامي خسيرة جسيمة بالأرواح والمعدات مصدرنا عسكري قال بأن وحدات الجيش وبعد سيطرتها على مدينة الميادين بدأت عمليات واسعة ودقيقة لاجتثاث المسلحين من القرى والبلدات المنتشرة بين الميادين والمريعية في الضفة الغربية للهر الفرات مؤكدا استعادت قرى بقرص تحتاني والعليات واسط انهيارات في صفوف العدو واضف المصدر بأن عمليات الجيش أسفرت عن مقتل العشرات من مجرمي داعش فضلا عن تدمير تحسينة واسلحة وذخائر كانت بحوزتهم دعا رئيس مجلس الشهر الإسلامي في إيران علي لارجاني إلى تعاون الإقليمي لحل الأزمة في سوريا مؤكدا على وحدة أراضيها لارجاني قال بأن العديد من الدول تشدد على أن تعاون إيران وروسية وتركيا لحل الأزمة في سوريا هو أمر إيجابي مشيرا إلى أن طهران وموسكو تلعمل دورا مهما في القضاء على العسابات الإجرامية ومؤكدا بأن بلاده انتخبت مسارا مدروسا ومعنبا عن أمله في استمرار هذا المسار حذرت منظمة وإنقاذ الأطفال الدولية من أن انتهاء العمليات العسكرية في مدينة الرقة السورية لا يعني انتهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في هذه المنطقة ودعت المنظمة المجتمع الدولية إلى مساعدة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية رغم تحرير الرقة من داعش فإن الوضع الإنساني يزداد سوءا فأكثر من ربع مليون شخص فروا من المدينة نصفهم على الأقل من الأطفال وهم يعيشون في ظروف بائسة ومعرضون للخطر وكثير منهم مصابون بصدمات نفسية ولا يستطيع بعضهم العودة بسبب هدم منازلهم لذا نحث المجتمع الدولي على استثمار جزء بسيط من الموارد التي أنفقها في الحرب ضد داعش على إعادة بناء حيات هؤلاء الأطفال وهم بحاجة إلى الحماية والأهم من ذلك أنهم بحاجة إلى التعليم وإلى لبنان ذحية حزب الله اللبناني الذكرى السنوية الأولى لاستشاري قائد القلمون الحاج حاتم حمادة الحاج علاء في احتفالية مهيبة حضرها جمعا من رجال المقاومة الإسلامية هبا زين وتفاصيل في هذا التقرير من هناك حزب الله الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيد القائد الحاج حاتم حمادي وذلك في احتفال تأبني في مجمع المشتبة عليه السلام في الضحية الجنوبية لبيروت حضور رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله استيد هاشم صفي الدين الذي ألقى كلمة أكد فيها على استمرارية نهج المقاومة على رغم كل التحديات التي تمر بها المنطقة نحن جميعا في لبنان وفي المنطقة أمام مرحلة جديدة نقول للجميع لمن يحب المقاومة وهو حريص عليها أطمئنه لا داع للقرأ ولا تلتفتوا إلى كل الكلام الذي يأتي من بعيد أو من قائد من وسائل إعلام لبنانية أو وسائل إعلام أجنبية لا تلتفتوا إلى كل هذا ثقوا بمقاومتكم واعلموا أن المقاومة مرتاحة وقوية ووافقة وقادمة على المواجهة لكل التحديات بإذن الله تعالى الحاج علاء رجل ضباع طويل في قطال العدو الإسرائيلي في محاور المواجهة الأمامية إبانا الاحتلال حتى في الاتحامات المباشرة في عام 2013 بزغ نجم الحاج علاء كأبرز رقاضة المقاومة الميدانيين من عملية تالي النبي مندو في ريف القصير الجنوب الغربي لمعركة القصير في التاسع عشر من أيار هذا الحاج علاء على ثقة قيادة المقاومة الإسلامية وقد وصفه من كان معه بالجنرال من الطراز الأول وفي العام 2015 قضى عمليات الزبداني في ريف تمشق الغربي محققا إنجازا جديدا نضاف إلى سجله الحافل أما في العام 2016 كان محطته الأخيرة في حلب حيث السوشير هذه المقاومة أصبحت جزء من محور كبير محور يجتمع فيه كل الأحرار كل الشرفاء في عالمنا هذا ضد محور الشر هذا المحور بما فيه الحشد الشعبي بما فيه كل الحركات التحررية في المنطقة تقدم انتصارات عظيمة وكبيرة وتقدم هذه الانتصارات دون مقابل فقط دفاعا عن كرمتها وعزتها دفاعا عن قناعاتها دفاعا عن ما تؤمن به تجاه هذه الشعوب المستضعفة من رفع الظلم والضيم والاضطهاد عنها مقاومة بهذه القوة وهذا البأس إن شاء الله هي مقاومة لا تهزم القائد مش هون بس قائد بسوريا قائد بالعراق قائد مطلح لبدأ بالمحرم الشهيد هو الشهيد القربلائي هو الشهيد القربلائي لبأوا يهد السمات السيد حسن نصر الله لأنه هو استشهد بالترطعش محرم بعد مرور عام على استشهاد الشهيد القائد الحاج علاء أثبت تلامذته أنهم قد وفوا بالععد وهي دماؤه قد أثمرت نصرا على تلال القلمون لقناة الطليعة الفضائية هبا خنافر الزين بيه على الرغم من الإدانات الدولية والدعوات بوقف بلناء لبناء المستوطنات لأن الاحتلال زاد من وطيرة نشاطه الاستيطاني وطرح خططا لبناء مئة الوحدات في القدس المحتلة والضفة الغربية وسائر إعلامية فلسطينية فدت بأن سلطات الاحتلال السيونية قررت مخطط لإقامة أكثر من 1292 واحدة استيطانية في الضفة الغربية مشيرا إلى أن المخطط الذي وافقت عليه لجنة التخطيط التابعة لما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية يشمل جميع أنحاء الضفة الغربية لافتة إلى أنه من المتوقع أيضا بأن توافق سلطات الاحتلال على مخططات استيطانية أخرى مع بحث إقامة أكثر من ألف وحدة إضافية شددت حركة فتح وحمس الفلسطينيتين على رفض الشروط الإسرائيلية على المصالحة الوطنية والتي تمت برعاية مصرية في القاهرة متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بردين قال بأن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية يسير في الاتجاه الصحيح لإنهائي الانقسام مضيفا بأن آية ملاحظة إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي بل مضي قدما فيها أعلفت بردين إلى أن المصالحة بين حركة فتح وحمس مصلحة فلسطينية عليا أغلقت القوات الصهيونية عددا من مقرات ومكاتب شركات فلسطينية تقدم الخدمات الإعلامية لشتى وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية دون ذكر الأسباب ومنعت بث أي نشاط إعلامي فلسطيني في هذه المنطقة بدوره وصف الكاتب والمحلل السياسي حلم الآرج إغلاق الكيان الصيوني للمقرات العالمية وصفه بالمجزرة بحق صحافة الفلسطينية وحرية الرأي والتعبير والجريمة كذلك غير المسبوقة مجزرة بحق الصحافة الفلسطينية وبحق حرية الرأي والتعبير يهدف الاحتلال من خلالها إلى إسكات الصوت الفلسطيني الوطني والحر الذي ينكل الحقيقة للعالم عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق أرضنا وشعبنا وهذه الجريمة غير مسبوقة أخيرا نكد الحرس الثوري الإيراني بأن الصواريخ الإيرانية تبعد سبعة دقائق فقط عن إسرائيل إذا ما تم إطلاقها فيما هدد الولايات المتحدة بتسوية تل أبيب بالأرض في حال ارتكاب حمق المساعد التنسيقي لقائد مقر ولي العصر التابع للحرس الثوري العقيد عبد الرضا علي قال بأن قوات التعبية الشعبية التي تشكلت في سوريا لا تقتصر على الشيعة فحسب وإنما أهل السنة أيضا والذين يطلعون بدور كبير في هذه الساحات مشيرا إلى أن ذلك يخاف منه الاستكبار العالمي وأضف العقيد علي بأن قيد ثورة الإسلامية يتله العظمى الإمام علي الخامنئي يؤكد دوما على معالجة الثخرات وتعزيز نقاط القوة في القدرات الدفاعية والعسكرية لدى الحرس الثوري إذن ختم جولتنا السياسية والأمنية ننتقل وإياكم إلى عالم المالي والأعمال برفقة الزميدة السهرة وأخر الأخبار الاقتصادية لهذا اليوم أهلا بكم متابعين والأخبار الاقتصادية إذ أعلنت الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع أحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن على الانتهام من أعمال تأهيل وحدة تصفية المياه في منطقة النهروان بسعة 400 متر مكعب في الساعة مدير عام الشركة هادي تشلوب العبودي أوضح أن شركته أكملت كافة أعمال التأهيل ووحدة تصفية المياه في النهروان وبسعة 400 متر مكعب في الساعة وتشغيلها وتزويد مجمع النهروان الصناعي بالمياه مشيرا إلى أن ملاكات الشركة قامت بتأهيل هذه الوحدة بالكامل وإنجاز كافة التحضيرات الخاصة وإعادتها إلى العمل أعلن رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة الأنبار فرحان الدوليمي عودة المساحات الخضراء الزراعية وزراعة المحاصيل المختلفة رغم أقلة الدعم المقدم من وزارة الزراعة الدوليمي أوضح أن مدن الأنبار عادت إليها المساحات الخضراء الزراعية وبنسبة تتجاوز الستين بالمئة بعد عودة المزارعين إلى زراعة الأراضي وبمساحات واسعة مشيرا إلى أن أكثر من 1500 مرشة زراعية يدوية تعمل الآن في المساحات الزراعية في أقضية ونواحي الأنبار مع زراعة المحاصيل الشتوية المهمة لسد حاجة المستهلك وربض الأسواق بما تحتاجه المزمود من محاصيل ضرورية أكد الرئيس الصيني شي جينغ أن اقتصاد بلاده سينفتح أكثر أمام العالم متعاهدا أيضا بمعاملة الشركات الأجنبية بإنصاف شي أوضح أن النظام سيحمي الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب وكل الشركات الأجنبية المسجلة في الصين ستعامل على قدم المساواة وبإنصاف ارتفعت أسعار النفط بفعل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية والتوترات التي تعصف بالشرق الأوسط ما قد يؤدي إلى تعطل الإمدادات هذا وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 7 سنتات في المائة ليسجل 58 دولارا و27 سنتا للبرميل الواحد فيما ارتفع غربي خام تكساس الوسط الأمريكي بنسبة 5 سنتات في المائة ليسجل 52 دولارا و13 سنتا للبرميل الواحد أخيرا ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية للجلسة الثانية عشرة على التوالي يسجل رقما قياسيا هو الأعلى منذ 21 عاما وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا واحدة بالمئة ليسجل مستوى قياسيا جديدا هو الأعلى في 21 عاما عند نقطة وهي 2136.5% أطول موجة مكاسب منذ موجة مايو ويونيو في عام 2015 والتي استمرت أيضا اثني عشر يوما كما سجل المؤشر توبوكس الأوسع لطاقا ارتفاعا طفيفا وقد بلغ واحدة بالمئة ليغلق عند 17 ألف و24 نقطة إذا المتابعين أخبرنا الاقتصادية انتهت شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء إلى اللقاء إذن من الحقيبة الاقتصادية إلى عالم الكرة والملاعب الخضراء وآخر أخبارنا الرياضية برفقة الكابتن علي رضا لهذا اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع الشركة المنفذة من قبل الوزارة السابقة أعطاهم خلال زيارته إلى ملعب الكوت الأولمبي أوضح أن ملعب الكوت استأنف العمل فيه قبل حوالي اسبوعين ووتيرة العمل تتصعد فيه حاليا حيث أكملت الكثير من الملحقات ولم يتبقى إلا الأعمال النهائية فيه كشف اتحاد الكرة أن مباراة مفترضة إجراؤها مع المنتخب الأوغندي شهر المقبل ألغيت وسيكون المنتخب السوري بديل المواجهة الودية في كربلا الاتحاد أوضح أن مباراة المنتخب الوطني مع المنتخب الأوغندي ألغيت وسيكون المنتخب السوري بديلا عنه لواجه سود الرافدين في الرابع عشر من الشهر القادم مبينا أن المنتخب الوطني سيكون جاهزا للمباراة الودية والتي تجري على أرض ملعب كربلا من المقرر أن تقام يوم الجمعة المقبل مباراة ودية بين نجوم العراق وفريق محافظة الموصل المباراة ستقام بمبادرة من نجوم العراق وبالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم حيث تأتي ضمن الجهود لإعادة الحياة إلى المدن التي تعرضت لاعتداءات من قبل تنظيم داعش الإرهابي المباراة ستقام على ملعب الصناعة يوم الجمعة الساعة الثالثة والنصف حيث ستكون الدعوة عامة للجميع يستضيف ملعب نادي القوة الجوية لقاء أصحاب الدار مع ضيفهم الطلبة في لقاء نودي ويأتي هذا اللقاء ضمن التحضيرات تحضيرات القوة الجوية للبطولة الآسوية فضلا عن الدورية الموسمة المقبل من جانبه فأن الطلبة هو الآخر بكادر التدريب الجديد يبحث عن الاستقرار في تشكيلته عالميا يسعى مانشستر سيتي إلى تمديد عقد نجمه الدولي البلجيكي جيفين دي بورين الذي يطمح لتحسين راتبه السنوي في عقده الجديد ويقدم دي بورين منذ التحاقه بمانشستر سيتي مستوى رائع ولعب دورا مهما في تصدر الفريق الدوري الإنجليزي بـ 22 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر يونيتد أخيرا حدد البرازيلي كاكا وجده بعد إنهاء علاقته بنادي أورلاندو سيتي الأمريكي وخوضه آخر مباراة مع الفريق قبل يومين صحيفة إيطالية أوضحت إن كاكا تحدث مع إدارة ميلان وطلب منهم العودة لمدة ستة أشهر قبل إعلان احتزاله كرة القدم بصورة نهائية الأخبار الرياضية انتهت وهذه عودة للزملاء في استودي الأخبار إذن مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختم نشراتنا الخبرية الرئيسة تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين الأعباد يؤكد استثباب الأمن في كاركوك ويأمر بمنع تواجد أي جماعات مسلحة في المحافظة حزوى حزب الطريعة الإسلامية يشهد بإجراءة الحكومة بفرض الأمن والاستقرار في المناطق المتجاوز عليها رئيس البرلمان الكردي المعزول يدعو برزاني إلى التنحي عن السلطة التغيير تدعو السلطات الثلاثة لعدم التعامل مع برزاني بيات سفة رسمية قوات الحجد الشعبي تسيطر على سد الموصل بعد انسحاب ميليشيات برزاني والاستخبارات العسكرية في محافظة نينا وتخبط محاولة لتهريب مادة اليوريا ذات الاستخدام المزدوج كانت قديمة من أربيل وتابعتما الجيش السوري يحرر عدة مواقع في دير الزور ومنظمة إنقاذ الطفل تحذر من أزمة إنسانية متفاقمة بالرقة رغم هزيمة داعش وانتحاره إذن مشاهدين الكرام وصلنا وياكم إلى ختام النشرة في الختام تقبلوا مني ومن الكادر أطيب التحايا والأمني يدمتم في حفظ الرحمن وعوني إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر